السلام عليكم ورحمة الله يا اخوان معكم احمد اليوم بها الفيديو سوف احكي عن افضل منصة تداول في الشرق الاوسط للفوريكس والعملات الرقمية والإندكسات حتى الستوكس اللي هي منصة اكسنس سوف اشرح طريقة التسجيل فيها كيف منسجل كيف تستفاد من مزايا اللي سوف تكون ان شاء الله بالفيديوهات القادمة اللي سوف نحكيها في التفاصيل اول شي ان تاب تدخل عبر الرابط الموجود بكل فيديو موجود عننا اقوم منصال التداول والفوريكس بحساب اسلامي بنضغط على الرابط بنفتحه بهذا الشكل بنعطيه بعد ما نفتحه فتح حساب بعد ما نعطيه فتح حساب بهي الشكل بيدخل معنا بيعطينا create account هون رمز الشريك انتبهوا يا اخوان عشان تستفادوا من مميزاتنا تاخدوا رمز الشريك كمان موجود بالdescription بتحطه هون بتجيه على البلد والمنطقة بتختار مثلا انا عايش في تركيا بحط تركيا بحط البريد الالكتروني وكلمة المرور مثلا انا هلا عم ساوي حساب بيعين كام مثلا اخوان هاي اخدت مثلا حساب انت بتحط جيميل تبعك ثم بتحط كلمة سر بهي المنطقة يكون فيه احرف كبيرة و احرف صغيرة و ارقام يفضل تحط رمز كمان لها قوية وتعطيه متابعة طبعا يا اخوان بيفتح معنا الموقع هلا بيحولنا على my.exiness هم فيك انت تختار حساب تجريبي او حساب حقيقي تمام مثلا انت هلا مثلا بدك تجرب المنصة او تجرب كذا بتعطيه حساب تجريبي مثلا انا بدي افتح ايا كان طبعا هو سيدخلك في الاساس على مساحة التداول ندخل على مساحة التداول تماما كنتم مساحة التداول طبعا سيطلب منك اكمل حسابك و اجري داعك الاول طبعا انت لتستفاد من المزايان الخاصة نحن لازم توسق حسابك بالبريد والرقم والمعلومات الشخصية لديك اللي هي الهوية و فاتورة ماء و كهرباء لإثبات عنوان سكنك قم بيداع و تكلمنا تماما تبعت الكود على الشكل التالي للرقم والبريد بيجيك الكود مثلا اكدو كود التحقق الخاص بك هو 796 خلينا نحكي 796 032 032 032 بعطي متابعة تم التأكيد هلا هون بدخل رقمي وبعطي اما مكالمة هاتفية او رسالة نصية كمان بأكدو ببساطة يعني الامور مو معقدة تمام خلينا ندخل على المساحة الشخصية نرجع الى هذه المساحة الشخصية عندي هون حساباتي مثلا عندي حساب الحقيقي عندي حسابات ديمو لح اشرح لكم كيف تعملوا حسابات وانواع الحسابات في الفيديو القادم تمام عندي هون بها المنطقة المساحة الشخصية هذه اللي بدي افتحها واماكنت منصة اكسنس اللي هي تبع المنصة هاي كمان لاح اشرحها بفيديو كامل الموقع العام اللي كنا فيه بالاساس والشراكة لو انت عندك افيلية طرق الايداع متنوعة وكبيرة جدا من افضل ميزات اول شي عنا بانك طبعا بعد التوسيق تفتحلك هاي الامور اللي هذا بانك فيكتودة عبر البانك فيكتودة عبر اليو اس دي تي تي ار سي تويني فيكتودة عبر البيت كوين بايننس باي نيترل بيرفكت ماني كمان عنا اليو اس دي كوين اليو اس دي سي بالنسبة للإيداع بالنسبة للسحب كمان كذلك بترجع حسب الدولة مثلا انا عندي في تركيا ما في البانك كارد في نيترل بايننس باي بيرفكت ماني كمان في سكريل سكريل موجود عندي هلا مموسق في الو اس دي تي ار سي عشرين المانا تويني يو اس دي سي كمان موجود هون عنا سجل المعاملات اخوان هون المعاملات في اخر ثلاثين يوم او انت بتحدد فيك تعمل يعني لأي معاملات انت عاملها سحب واي داع بتبين عندك بهي المنطقة ثم عندك اللحصاءات هون بيطلع عراء المحللين اخبار السوق تشوفي اخوار التقويم الاقتصادي كمان موجود بهي المنطقة يمكن شوية عندي النت في شوية مشاكل عندي في هاي المنطقة ممكن يكون مهم للبعض يعني هو نسخ التداول خلينا نقول فيك انت تكون يعني الناس تنسخ التداول تنشئ استراتيجية بنفسك من هاي المنطقة لو انت متداول محترف يعني خلينا هون الاداء الاداء كتير مهم هون انت بتختار مثلا لو فاتح اكتر من حساب تختار الحسابة أو كل الحسابات يعطيك الارباح و الخسائر يعطيك الأمر المغلق صافي يعطيك تشارت بهذا الى الانات الملف الشخصي تدخل هون للاعدادات الملف الشخصي يعطيك الحساب مؤكد مشاكل بعدما تتحقق منه هون بدخل اسمك بلد اللي قامة العنوان هاي الأمور كلية انت أنت بتعمل اعدادات الحماية هون الاسب والا هاي الحسابات تحدد المنصة الافتراضية لك هون شروط التداول والخادم الافتراضي الخاص او السيربر هذا انت فيك تعمله بعد ما توسط هاي حسابات يخلينا نحكي من هاي المنطقة مثلا انا عامل حساب MT5 بين يدخل من هون اختار منصة Exynos او MetaTrader 5 طبعا الفيديو القادم اللي اشرح لكم فيه منصة Exynos ممتازة خصوصا للمبتدئين من هاي المنطقة خانة جدا مهمة اللي هي Live Chat اللي فيك تتواصل مع الدعم بشكل مباشر سواعا الروبوت بيجيبك على بعض الامور اذا حتشته اذا فيه شغلات مثلا ما عارفة الروبوت فيك تكتوب بس Direct Support في الانجلش لو انت ذاك انجلش او فيك تكتوب دعم مباشر بالعربي وفيك من هون تغير اللغة لحتى يكلمك يعني شخص حقيقي تمام مفيدك بهالامور هاي كانت نبزة بسيطة عن شركة Exynos كاماكون أحمد والسلام عليكم